نادي الأهلي زي ما أقول حضركم يحسم لقب بطولة الدوري النصي الممتاز للمرة رقب 41 في تاريخ وهي البطولة المحببة زيها زي البطولة الأفريقية طيب طيب نروح لمدخلا من التدريب ومع الزميل العزيز عمر عبد الحفيز علشان نعرف منه آخر الأخبار الخاصة به تدريبات النادي الأهلي تاني مع النقد الرياضي الأستاذ عمر عبد الحفيز وزيز عمر برحب بحضرتك أهلم به كابتن عمر وأهلم بكل المشاهدة بقناة النادي الأهلي طب أنا أخليك كابتن عمر طبعا عايز أعرف الحراكة بقى تقولي التدريب بدأ الساعة عشرة يهي آخر التدريبات آخر الاستعدادات لمباراة يوم السبت أمام نادي صموحة وهل في أخبار عن المصابين هل مران محسن بدأ يشارك أو ممكن يخش هل أحمد الشيخ ونزلت البرد اللي كانت موجودة عنه هل بدأ يشارك طبعا كابتن عمر أنا أعرف أن أنت طبعا أكيد دلوقتي قاعد مؤتم من مضش برشولون مضش برشولون أو ليفر فول زيك زيه برضا أعضاء النهلي اللي موجودين هنا وبرضو اللعبة كانت في البداية خالص يعني قبل منزول التمرين وبرضو أكيد كانت فيه تمام بالمضش ده وفيه تفاعل كبير وأنا بكلمك حاليا بين أعضاء النادي الأهلي فيه هدف تقريبا نتفجل دلوقتي أنا بكلمك أربع صفر ليفر فول أحرص الهدف الرابع وأربع صفر حاليا لليفر فول دلوقتي حالا آه بالضبط آه فيه تفاعل كبير جدا هنا من أعضاء النادي الأهلي اللي عاديين يعني حاولين الشاشات هنا بيتابع المضش طبعا استعدادات النادي الأهلي مثل أن عرض اللعلي بدأ تدريباته مبارح كانوا أخذ روحة مستر رسارتي جاهم روحة 24 ساعة بعد مضش النجوم بدأ النهاردة الاستعدادات بتاعته المضش سموحة بدأ في البداية خالص مثل صارتي بمحاضرة مع اللعيبة يمكن محاضرة مطولة شوية تكلم فيها طبعا هو بيحاول من خلال محاضرات بتاعته يعني بيأكد على حاجة اللي هو عامل التركيز برقم واحد بالنسباله أن أنت تستمر في معدل التركيز بتاعك أن كل مضش اللي جاي هو ده المضش الأهم بالنسبة لنادي الأهلي وده اللي بيأكد عليه الجهاز الفني في محاضراته بيأكد عليه في بصرحاته كابتن صادع حفيظ كمصر لسارتي أي حد من الجهاز الفني بيأكد أن أي مضش جاي هو ده المضش اللي هم بالنسبة لنادي يمكن بعد المحاضرة المجموعة اللعيبة الأساسية بدأت تدريبات بتاعتهم اللي هي الاستشفائية الخفيفة خالص عشان يتخلص من الجهاز العضلي بعدين كان فيه تمرين اللي باقي اللعبين حاليا دلوقتي يعني هم بيعملوا وعملوا تدريبات درانية تحتشرفها لخندر وبخط الأحمال بعدين طبعا هيكون فيه تأسيمة والتمرين دلوقتي شغالة وأكيد هيكون فيه تأسيمة وبتاع المجموعة الأساسية مثل غسارتي يعني أشتغل فيها على الجانب الخطط اللي هو هيحاول ينفذه يعني في المضش بتاع السموح بالنسبة للغيابات اللي هو المضموعة اللي كانت غيابة لفترة اللي فاتت أو اللي ما كانوش موجودين على وجه التحديد في مضش النجوم يا مالدة موجود كابتر مرون بهتشارك بالتدريبات بسورة طبيعية ممكن كابتر مرون جاهز يعني هو جاهز جاه mijay جاهز كنحة بدانية جاهز كنحة بدانية وكده للمشاركة في المتحال اللي جايز موجود برضو اسلام محارب معالك كابتر عمر معالي صدق محاردك محاردك آني موجود اسلام محارب موجود في التدريبات موجود ناصر مهر تمام كان فيه على لطف بس يعني بيعمل تدريبات تأهلية برضو يمكن نمو من زكريا برضو النهاردة برضو بيعمل هي التدريبات بتاعته وموجود أحمد علي برضو بيوصل تنفيذ اللي هو البرنامج التأهيل مع كبت انطارة عبدالعزيل يعني اللي هو موجود حاليا دلوقتي كبت انطارة في الملعب طيب يعني بشكوا عليك شكرا جزيلا سيد عمر عبدالحفيز الناقد الرياضي على الأمور اللي حباك وضحتها وكل ما هو خاص وأيضا الكلام عن المصابين وعن اللعبة اللي بتستعد علشان ترجع مرة تانية إلى صفوف الناد الأهلي بعد الإصابات العديدة